اغلى زيت في العالم الشوكي ولا الهندي ولا كمسارة كل واحد كيفاش يسميها في بلادنا راي خيالة ربي من هذا الهندي اذا حبيت ادي لك مشروع راي يعطيك درام كبار تبزنزي فيهم وتولي لبس بك وهذا انا اجبت لكم طريقة صحيحة طريقة اللي نخدمه بها هذا زيت تعتين الشوكي وتخرج هايلا 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 كانين طرق يمدهم بصح ماشيك بهذه الطريقة هاي طريقة فعالة مليار بالمئة وتعطيك نتيجة هايلا والزيت تعتين تخرج كما نقولوا مئة بالمئة زيت تين الشوكي ومن هاي طريقة كيف تقدروا تخدموا انواع عديدة من الزيو تخدموها في البيت باش تعرفوا بالزيت تعتكم مليحة وزيت تعتكم اه طبيعية مئة بالمئة وتجي زيت كما نقولوا عندها فعالية كبيرة شوفوا هنا بعض فوائد زيت هذا التين الشوكي اقراوهم وانا من جاو اخرى رح نقول لكم كيفاش ننتجوا ونجيبوا هذا الزيت تين شوكي شوف كما تعرفوا هذه الآلة العجيبة لنحو بها التين الشوكي هذه فيها قصبة طويلة تتقسم على ثلاثة قصبة الخارجي منها باش تدخل حبة هندي لدعقل وكما تعرفوها تحطها لان الورق تحتجر لانتساقط من شوك وانتحها بشكل وكما تعرفوها واعر ومعضت التغسل كما أردت لكم ثم سوف نضع الوصف في صندوق الوصف كيف ترون معجون التين الشوكي بهذه الطريقة التي أردت لكم هذا الفيديو السابق لكن لم أكملتكم كيف نحيط البودر بعد أن نقلنا حبات التين الشوكي نحيط البودر صفيته مليح مليح ونحن نحيطه البودر هذا الخلط الذي ملت تحته يعني هكذا الجو والعصير التين الشوكي هندي سوف نقوم بها ينقوم بها عصير ينقوم بها مربع مربع تين الشوكي جابزاف شبابه جابزاف بنين سوف نحط لكم الفيديو الرابط في صندوق الوصف كما سوف نرى هنا بعد أن نقوم بها التين الشوكي من بين فوائد تعزيز التين الشوكي أن نقوم بها نحيط التجاعد من وجه مئة بالمئة خير من أي زيت من الزيوت الطبيعية والذيوت اللي رغم يبيع لكم التجميل هذا الزيت مليح للتجاعد لا نقوم بها مئة بالمئة كما سوف نرى هنا البذر التبعيب بعد أن نعطيها اي حاجة اضطوها مهم تبعوا الطريقة كيف سوف نقوم بها خطرات نطلق عليها الماء ونقوم بها ثم نضعها في الصفية ونقوم بها يجب أن تقطرها مليحة ونقوم بها لتتحل المليحة لتنحى اللحمة من العظمة لتقصد اللحمة يعني القطع الصغيرة التي ستقوم بها نحاول نقوم بحاجة قطنية لتقصد الماء الزائد بعد قطرتها مليحة نضعها في الصينية ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة لتنشف مليحة لمدة أسبوع حسب السمش ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة بعد قطرتها البذور الشوكي ونقوم بحاجة خطوة ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة نقوم بحاجة بحاجة ونقوم بحاجة من فوائد الزائد تنحي تجاعيد ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة تجاعيد كثيرا كثيرا فعالة 100% ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة ونقوم بحاجة حمارة ونقوم بحاجة حمارة ونقوم بحاجة حمارة تجاعيد تجاعيد ونقوم بحاجة تجاعيد تجاعيد كثيرا ونقوم بحاجة تراهولات البطن يعني تراهولات البطن كأنني عندهم البطن مراهل يعني فيه التجاعيد من بين هذا تراهولات البطن هنشوفوا بعدما حمرتها نقوم بحاجة من بين تراهولات البطن كما نقول المرأة تقوم بحاجة تقوم بحاجة تراهولات البطن تراهولات البطن كثيرا يستعمل زيتين جدا نقوم بحاجة الزيت جودة عالية وهو اغلى زيت في العالم صح اغلى زيت في العالم واذا ما امنتو ان تقدروا انكم حتى تعودوا ان تتبحثوا في اليوتيوب والمواقع التي يفسر لكم هذا الشي هنا وجدرت هذه البودور لكي تكسرها هي واعرة جدا مهم رحيتها تدق وخلاص تقدروا تدقها بالمهراز يعني رحي يقاسها بزي لكي تدق مهم غير جزء تكسر لكم لكي نحن نستقل منها الزيت شوفوا خدموا بغيت تخدموا زيت تخدموا قولوا لي القبل قولوا لي مبروك عليك كوكوطة جديدة هي تفاصل عندها مودة من شريتها بسا ما خدمت بها كامل بسا هذه المرة كي جيت نخدم الزيت قولت تخلي نخدم بالكوكوطة جديدة جديدة الله الله رحي تلمع رح كل شي من فيها هي الكوكوطة هي احسن شي باش تخدموا الزويت انتعكم جيبوا كوكوطة خدموها بها اي زيت من الواع الزيت زيت اكليل جبل زويت الزعتر زيت الحلحال اي زيت حبيتو خدموا بهذه الطريقة اللي نخدم بها الزيت بهذه الطريقة خدموا اي زيت وشوفوا خدموه دايما بالكوكوطة كوكوطة يعني طنجرة الضغط رحي تعطي نتيجة فعالة انا احكمت زيت زيت العادية ما احكمت زيت زيت احكمت زيت العادية احكمت زيت العادية وفرقتها في كوكوطة وشعر لها النار تكون قليلة ما بدل الوقت تبدأ تسخن في الزيت نحس بالذي تبدأ تسخن نبدأ نفرغ في الزيت الزيت فرقت خمسة مغارف هذا بودور التين الشوكي اللي نكون دقتهم شوية وش رح نديره في هذا على هذا الزيت باش نكون معكم ساعدة ونعطيكم موصفة يعني بكل اسرعها ما كحتسر انا معي من مدى احتسر انا مدى بياي يخدم موصفة تعود تنجح له ويدعي لي دعوة الخير ودعو لي معكم دعوة الخير ومدى بكم التفارتاجي بالفيديو لحبابكم اللي يحب يخدمها يختلف الفرصة اللي أنا فيها انظروا نقص النار تولي الشمعة بعد مغلقتها قد الشمعة ونخليها لمدة نصف ساعة وهي على هذه النار حتى وين نصف ساعة ومعض نطفي عليها انا خليت هنا لا نفتحتها حتى وين بردد من بين قلت لكم هذا الفوائد الزيت انها تطول الروموش وتكثفهم وانها تساقط الشعر من بينهم النساء او رجال رهي مليحة بزب بزب ومليحة ماسك للمجه والحواجب رهي مليحة لهم بزب بزب تتباع للريتلا مليون ونصف للريتلا المرة الجاية سنضلكم ماسك بزب شباب بهذا بودور تين الشوكي الفراغات يعني الحفر في الوجه عندي واحد المصلي بصحة دوبوا عليه مدة شهر وجهكم يولي كامل كيف كيف يعني كما نقوله املس 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 شغلاك يتوشي بحبة عفايونس ولا حبة عكرلاج لمسة رطبة ما شاء الله وجهك يكون صافي كل مراية انا هنا واش هندير رح نعاود نغطي عليها ونخبيها لمدة اسبوع نغطي عليها خلالي لمدة اسبوع انتو متحبوا ترجعوها في كشبلار ولا حاجة وغطي عليها وخلوها في مكان مظلم لمدة اسبوع كي تستعملوا هذا الزيت وتكون هذه الحبيبات طلقت الزيت تنتحها مع ذلك الزيت وتولي عندكم زيتين الشوكير هي تدير مليون ونص يا جماعة المهم هذا هو الفيديو التعليم اتعلم افرعتكم بالبرتاج والاعجاب و اتعلم افرعتكم سلام اشتركوا في القناة